فإذا الآن سنذهب إلى مشروعنا. ها هو. وسنذهب إلى بداية سأريد إنشاء يوتيلتي جديدة من يوتيلز هيلبرز هنا. أريد أن أنشأ يوتيلتي جديدة. هذه اليوتيلتي هدفها هو الفاليديت. فسأكتب هنا فاليديت لوغان. كل فورم من هذا سأنشأ له خاص به. والغرض من هذه النقطة هو أنني أريد تبسيط الأمور قدر الإمكان. ولا أريد استخدام خارجية لهذا الموضوع. فنبدأ. فإذن الآن سأنشأ فانشن فإذن إكسبورت فانشن. إذن إسمه لا أعرف إذا كانت الشاشة هل كل شيء واضح لأن الشاشة بالنسبة لي ليست واضحة. إذن أتمنى كل شيء واضح. فلنستمر بالعمل. فبداية بالنسبة لفورم. الفورم الخاص باللوغان. ففيه هو موضوعين. الأول يوجد به الذي هو الإيميل. وفيه الباسورد. صحيح؟ فإذن أنا سأضعها بتعليق هكذا حتى نعرف. هنا عندما نقوم بالفاليديت. نريد أن نجلب الفورم ديتا أو الديتا. واضح. فبالنسبة للإدنتفاير هذا هو عبارة عن إيميل وتلك هي عبارة عن باسورد. فإذن ممتاز. بداية سأقوم بإنشاء إيرورز. أوبجيكت. هذه الإيرور أوبجيكت سنعمل بها كالتالي. هو أن مثلا لدينا إدنتفاير فإذن سيكون لدينا بإيرور أوبجيكت إدنتفاير وهنا إيرور الخاصة بهذا الموضوع. إيرور خاص بالإدنتفاير. آآ وبالنسبة للفاسورد سيكون لدينا أبجيكت آآ فاليو هكذا خاصة بإيرور الفاسورد. لكن بداية أنا فقط قمت بإنشاء الإيرورز. الآن ستجدون كيف تعمل. فبكل بساطة سنبدأ حقل حقل. آآ فبداية نريد أن نقول البريد الإلكتروني وكلمة المرور آآ هي آآ يعني مطلوبة. هذه أول نقطة. فبالتالي سأكتب هنا إيميل إز ركويرد أو أدنتفاير إز ركويرد لأن هكذا اسمه. فهنا سأكتب إذا لم يكن فورم ديتا دوت ادنتفاير. إذا لم يكن معرف. طبعا كتبته أنا بشكل خاطئ. هكذا. إذا لم يكن معرف فأنا أريد أن تضيف إيرورز للإدنتفاير. وهذا الإيرور سيكون مثلا ماذا سيكون إيميل إز ركويرد. الآن سأصحح هذه المسيجز بعد القليل. أيضا أريد نفسه هذا. أنا سقعها هكذا وأكتب باسورد ركويرد. لأنه يجب أن يدخل باسورد. وبالتالي سأكتب هنا باسورد وهنا باسورد وهنا باسورد. كل بساطة. الباسورد ركويرد. إذا كانت الإيرور أوبجيكت هذا. إذا كانت الإيرور أوبجيكت فارغة. فهذا يعني أنا لا يوجد إيرورز. لكن بالنسبة لجاباسكريبت دعوني أخبركم. عفوا. ذهبت إلى النود هنا. لأن أنا بيكونس الجاباسكريبت. فبالنسبة لكوز مثلا اكس يساوي مثلا امتي أوبجيكت. فإذا أردت معرفة إذا كانت اكس هي اه ترو او فولس. فبكل بساطة سأكتب آآ آآ ماذا اسمها هذا؟ إشارة تعجب. لاحظوا سيقول أن قيمتها ترو لكنها فارغة. فكيف هيك تكون ترو لكن هكذا جاباسكريبت. لكن يمكن أن أفعل شيء آخر أو نقوم بشيء آخر حتى أتأكد إذا كانت هذه الأبجيكت فارغة. فبكل بساطة يمكن أن أأخذ الكيز من هذه الأبجيكت. لاحظوا أنا كتبت أبجيكت بالبداية. كابيتل أو كابيتل. وثم أكتب اسم الأبجيكت ايرورز. عفوا ليست ايرور اكس. الآن لدينا اكس عفوا. فالآن هذه مثلا سأسميها كونست مثلا اوبجيكت كيز بهذا الشكل. فإذا اوبجيكت كيز ما هي الآن؟ هي عبارة عن فإذا مرة أخرى بالنسبة لجاباسكريبت هي ترو لكن كيف أعرف إذا هي امتي أم لا؟ بكل بساطة علي أن أكتب هنا ساوي زيرو فإذا كان يساوي زيرو فإذا هي امتي. إذا كان لا يساوي زيرو فهي ليست امتي. فنفس الطريقة بالنسبة للأبجيكت فبداية سأقوم بمثلا مرة أخرى إذا كان لدي مثلا اوبجيكت فارغة هكذا فماذا أفعل؟ بداية أقوم بتحويل هذه الأوبجيكت لأري من خلال أخذ الكيز الخاصة بها وهنا أكتب اسمها y وثم الآن ستصبح أري وستأكد إذا كان الخاص بها يساوي زيرو في ذلك الوقت أنا أعرف أن الأوبجيكت فارغة فإذا هذه نقطة معينة فإذا هنا إذا أردت معرفة إذا كان العبارة عن فارغة أو لا يوجد لدي أرور فيمكن أن أعرف الطريقة التالية هو أن أكتب مثلا إذا على فكرة إذا لم يكن هناك فيعني هذا الفورم فالد أو الموجود به المعلومات مدخلة فالد صحيحة فسأكتب هنا نفس الشي نفس الشرح السابق سأخذ الخاص بالأري ويساوي زيرو فإذا كان يساوي زيرو فهذا يعني أن الفورم إس فالد ومن هذا الفونشن سأعيد إس فالد وأذن سأعيد الأرور إذا كانت موجودة فإذا نلاحظوا بهذا الشكل هذه المسيجات الموجودة هنا آآ أنا قمت بإضافتها لملف المسيجز لم أضيفها بعد الآن سأضيفها فإذا دعوني أضيفها فإذا سأذهب ملف المسيجز وسأذهب إلى النهاية هنا إلى نهاية الملف تقد عادي النهاية وأضع آآ أشياء التي أضفتها فإذا نلاحظوا أصبح لدينا هنا آآ هذه المسيج وهذه الأمور فإذا سأقوم بالحفظ والإغلاق وهنا نعود لموضوعنا فإذا هنا بالأعلى سأقوم بجلب إمبورت فيلد يوزر آآ إيميل فيلد ركويرد بروم مسار واحد لأعلى مسيجز وأيضا سأجلب الفاسورد فيلد ركويرد وهنا بدلا من إيميل أدنتفاير سأكتب هنا المسيج التي أضفتها إيميل فيلد ركويرد وهنا نفس القصة فاسورد فيلد ركويرد طيب كيف الآن ينكرني استخدام هذا الفورم هذا الفورم لم ننتهي منه بعد على فكرة علينا أن نعدله لكن كيف يعني نستخدمه مبدئيا سنذهب للوجين فورم فإذا نذهب معا كومبونت لوجين فورم وهنا في الأعلى سأقوم بإيمبورت لهذا الهيلبر الذي أنشأته وهذا الشيء سيكون من ممتاز وهنا سأقوم بإنشاء state أخرى فمن state سأنشأ لأنني أريد عرض الإراء على الشاشة وأيضا أريد أن أقوم بإنشاء valid حتى أعرف إذا كان الفورم valid أو لا وبداية مع أول تحديث للصفحة أول تحميل للصفحة الفورم لن يكون valid أصلا فسنضع false أيضا لاحظوا هذا الشخص يمكن أن يسجل الدخول أو يمكن أن يرسل للباك أند حتى لو لم يدخل شيء كما قلت ولم يقوم بأي تغيير ممكن أن يرسل للباك أند فأول خطوة أريد أن أقوم بها أن أجعل هذا البطن disabled بحيث الشخص لا يمكنه أصلا أن ينقر عليه فسأذهب للبطن بالنهاية سأكتب disabled وهنا سيكون هو إذا كان الفورم غير valid فأنا أريد هذا البطن أن يكون disabled فإذاً هل هو فعليا disabled فربما تقول لا لكن أنا سأقول لك نعم فلنرى كيف فإذاً لاحظ إذا قمت بالذهاب إليه هكذا وقمت بالذهاب للبطن هنا فإذاً لاحظه disabled هو فعلا disabled لكن لا يوجد style disabled هنا فيجب أن أضيف بعدنا ال style فإذاً لنبدأ بإضافة بعضنا ال style السريعة لل style سأذهب لنهاية الملاف وهنا سأكتب إذا كان submit button disabled فأنا فعلياً أريد نصف هكذا وال cursor سأجعله فإذاً لأريكم هذه التغييرات كيف ستكون فإذاً لاحظوا فإذاً الآن هو disabled فإذاً ممتاز الآن أيضاً أريد إضافة بعض ال style هنا طبعاً إذا سمحتم لي فإذاً error text هذا ال style الآن سنستخدمه لكن كوني الآن بملف style بملف style فسأقوم التغييرات هذا بطريقي يعني كما نقول فسنقول هذا display block color tomato color tomato لا سنقول tomato يعني لون أحمر خاصةً أن هذا هو لل error وهنا سنكتب white text و text align center هذا لل error مجدداً الآن ستروها سنضيف بعضنا المرجن auto وأيضاً نصف نعم وضيف بعض مثلاً خط صغير لا دعي لخط كبير ونخيف المستخدم برسالة الخطأ الكبيرة لا دعي لذلك إلا إذا كانت رسالة الخطأ فعلاً تريد أن تجلب انتباعها المستخدم لها ولدينا هنا خمسة بيكسل وماذا أيضاً وبقي الفونت ويت أيضاً فأيضاً هنا بعد الفونت سلايت سأكتب فونت ويت bold وأيضاً أريد إضاف آخر style آخر للمسج المسج هي التي تظهر آآ بالأعلى عند تقديم الفورم إذا المسج سنكتب background orange و padding عشرة بيكسل border radius عشرة بيكسل أحياناً أفكر ماذا يفكر المتابع الكريم عندما أنا أقوم بإضافة ألوان غريبة نوعاً ما هل يقول مثلاً ما هذه الألوان التي أضفتيها أو لا يهمكم الموضوع فإذاً انتهينا فإذاً أنا قمت بإضافة هذي الستايلز آآ هذي الستايلز آآ سنستخدمها الآن بلوغان فورم فبدايةً بالنسبة للمسج هنا في الأعلى سنضيف لها هنا هذه المسج بأعلى الفورم سنضيف هنا آآ مسج وهنا بعد الانبوت سنضيف آآ بعد الانبوت الخاص بالعفون سنضيف آآ باريغراف تاج فكذا تارو أفضل فإذاً سنضيف آآ باريغراف تاج هذا الاريغراف تاج سنكتب آآ الستايلز الخاص به ستكون هي عبارة عن آآ ايرور تيكس حتى يظهر هذا الشيء الذي أضفناه وهنا سنضيف آآ ايرورز الخاصة بالإدنتفاير هذا نفسه سأقوم بنسقه ولسقه آآ أدنى الانبوت الباسورد وهنا سنكتب آآ ايرورز الباسورد فالآن لن يظهر أي شيء لكن لاحظوا ظهر لدينا هذا وهذا وهذا آآ لأنه يجب أن نظهر هذه عندما يتم فعلياً هنا يكون هناك فبالتالي هنا بالنسبة مثلاً آآ لنبدأ من الأعلى حتى لا أشويشكم من الأعلى فإذاً هذه المسج أنا فعلياً أريد عرض هذه المسج إذا كانت هناك يوجد مسج فبالتالي بهذا الشكل الآن ستختفي بالنسبة للأحمر هذا سيختفي أيضاً سنكتب هنا إذا كان موجود إذا كان موجود فظهر هذا وبالنسبة للفاسورد نفس القصة سنكتب إذا كان ايرورز آآ باسورد موجودة فظهر ايرور باسورد جيد فإذاً الآن ستختفي هذه النقاط الحمراء لم تختفي لماذا؟ لأنني لم أقوم بالحفظ للأسف فإذاً الآن اختفت هاي ممتاز فإذاً الآن تعاملت مع طريقة عرض الأخطاء لكن لم أقوم بأي موضوع حتى يعني أعرض هذه الأخطاء فأنا أريد أن يتم عرض الأخطاء مباشرةً عندما يتم الكتابة هكذا أريد عرض الأخطاء فسنذهب إلى هنا إلى عندما يقوم الشخص بالكتابة فعلياً فسأقوم بالفاليديت للفورم مجرد أنه يقوم بالكتابة فهنا سنكتب وهنا سنجلب من هنا من فنريد أن نزود به معلومات التي تم إدخالها وأيضاً الأشياء التي تغيرت نفس هذا سأدخله هنا واضح طبعاً هنا لك خطاء ما هو الخطاء الآن لا يوجد خطاء هذه الأررر هي تتشابه اسمها مع الأررر في الأعلى فربما أغير اسمها أو لماذا لا أغير اسمها سأسميها هنا فإذاً هذه الأررر الآن أصبح اسمها ماي أررر فإذاً الآن قمت أنا بالفاليديشن فبكل بساطة إذا كان هذا الفورم فاليد هذه البيانات فاليد فست valid true التي لدي هنا في الأعلى هذا وأيضاً أريد أن أجعل الأررر تختفي فالأررر السابقة نفسها والأررر الجديد الخاص بالنم الذي تم تغييره هنا فأنا أريد أن أجعل هذا الأررر empty string كل بساطة أما إذا كان هذا الفورم فاليد أو كان غير فاليد فنحن نريد أن نجعل أن نست valid false وأيضاً نريد أن نجلب هذه نفسها نضعها هنا لكن هنا لا نريد أن عفواً هنا لا نريد أن نجعل الأررر فارغ بل سنجلب my errors من وخاصة بهذا الموضوع فإذا تم تغيير نريد أن نجلب error identifier إذا تم تغيير password error password وفقط انتهينا فإذاً الآن لنرى النتيجة الجميلة فإذاً سأمسح هذا لاحظوا ظهر البريد الكتروني مطلوب طيب كتبت شيء ما ستختفي الرسالة فإذاً الآن سأبدأ بمثلاً تغيير كلمة مرور أو حذف كلمة مرور فإذاً لاحظوا يجب إدخال كلمة المرور واضح؟ فإذاً فعلياً تم وضع هذه الأخطاء وعلينا أن نقوم بvalidation آخر هنا لكن قبل ذلك هنا بمكان submit form هنا في هذا المكان عندما أرسلنا للdatabase يعني إذا قام الشخص بنقر على زر submit وأرسله للdatabase أرسله للbackend هذا الطلب مع المعلومات فسيرسل كالطريقة السابقة لكن نحن الآن قمنا بvalidation فإذا كان الموضوع valid يجب أن يرسل غير ذلك لا ترسل فسنحمل backend من مثل هذه data فسنكتب هنا if valid إذا كان valid قم بإرسال لهذه النقطة غير ذلك لا ترسل واضح؟ فإذاً الآن مهما كتب الشخص إذا كان هناك أخطاء لن يتم الإرسال زائد أنا قمنا بdisabled هذا قمنا بdisabled له لكن أيضاً قمنا بحماية إضافية حتى لو استطاع الشخص بذكائه أن يرسل للbackend أو أن يقوم بالنقر على هذا الزر طبعاً هذا الزر يمكن أن أجعله مثلاً هنا ليس disabled الآن انظروا فإذاً أصبح الآن ليس disabled الآن يمكنني أن أنقر عليه وأرسل للbackend فهل سيرسل للbackend فإذا تسجيل الدخول هل سيرسل؟ لاحظوا لم يرسل للbackend طبعاً طلب هنا إيميل هذا اسمه أو لأن أنا وضعنا أن هذا إيميل فلو كتبت مثلاً إيميل مثلاً هكذا وتسجيل الدخول لن يرسل مع من القرد لن يرسل للbackend لأنني أنا قم بحماية هذا الموضوع فالتغييرات التغييرات مثلاً البصرية أن نجعل هذا البطن disabled أو نجعل هذا يعني غير متاح أو غير مرئي لليوزر هذا لا يعني أننا نحن فيه أمان هذا فقط لتسهيل على اليوزر أنه لا يمكنك الإرسال إلا إذا دخلت كذا لكن بالنسبة للشخص الذي يعرف ماذا يفعل بالنسبة للشخص الذي يفهم بالتقنية يعرف أنه يمكنه تجاوز مثل هذه الأمور وإرسال إلى الbackend فنحن نريد لذلك نحن نحمي الbackend أو نحمي الديتا الخاصة بنا بطول الرحلة طول الرحلة البيانات نحن نحميها نحميها هنا أو ليس فكرة نحميها أيضاً نتحقق منها يعني أنا أقصد بالحماية نتحقق منها هذا مقصدي لهذا الفيديو فإذاً نتحقق منها هنا 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 وهنا وهنا جيد؟ فإذاً ممتاز فإذاً الآن نريد أن نضيف آخر لهذا لأنني لم أتحقق منه بشكل صحيح أنا أريد تحقق أن هذا صحيح من جهتي ولا أريد الاعتماد على على موجود هنا فبكل بساطة لأنه مرة أخرى مرة أخرى إذا أردت مثلاً اعتماد على هذا ربما أذهب إلى هنا مثلاً أين هو الإيميل فإذاً هذا هو جيد وقمت هنا غيرتها غيرتها جيد والآن أدخلت وهذا أدخلت مثلاً تسجيل الدخول طبعاً سيتم سيتم فعلياً الإرسال اعتبره وأرسله وتجاوزت الآن أريد حل هذه النقطة بإنشاء من جهتي بالنسبة للبريد الإلكتروني فإذاً لنقوم بذلك وأيضاً أريد وماكس لينث الفاسور فإذاً لندهب إذاً بدايتاً سنبدأ مع ما رأيكم؟ نبدأ مع الأسهل أم الأصعب عندما نقوم بعمليات عادةً ما نحتاج أن نتعامل مع شيء اسمه أو وأن ندخل الآن سأريكم مثال مثلاً سأقوم بإنشاء هنا ريجيكس إيميل وهنا كونز إيميل ريجيكس فبالنسبة لجاباسكريبت يمكن أن نقوم بإدخال آآ بهذا الشكل آآ بإضافة هذه السلاشة وهنا أريد أن أقول أن هذا النمط فكر ب كنمط معين هذا النمط يجب أن يبدأ بهذه الكاريكتر بواحدة من هذه الكاريكتر التي سأضعها ضمن هذه السلاشة براكتر ويمكن أن يبدأ من آآ أن يكون فيه آآ أو آآ يمكن أن يكون فيه من زيرو ل ناين هذه الكاريكتر يمكن هنا مثلاً أن يحتوي على داش مثلاً يمكن أن يحتوي على ويمكن أن يحتوي على دوت وهذا النمط يمكن أن يحتوي على واحدة من هذه الكاريكتر أو أكثر فسأضع هنا إشارة بلس يعني يمكن أن يختار مثلاً يكون فيه ناين أو مثلاً أكثر من ناين مثلاً ناين وآ وز وإلى آخره بعد ذلك هذا النمط سيكون فيه آآ لأن كل إيميل فيه آآ وبعد الآآ يجب أن يكون فيه التالي آآ سيكون فيه واحدة من هذه الكاريكتر من آآ لز أو من آآ كابيتل لز كابيتل أو من ناين آآ من زيرو تنين أو دوت أو آآ أو آآ داش مثلاً أو واحدة من هذه الكاريكتر أو أكثر جيد ثم سيكون فيه دوت طبعاً الدوت هي عبارة عن لها معنى بسنقوم بسكيب لها لأنه يوجد لدينا الدوت هنا دوت فعلية دوت فعلية ثم سيكون لدينا واحدة من هذه الكاريكتر التي هي أو أو التي يمكن أن يكون لدينا منها اثنين اثنين على الأقل وسينتهي طبعاً بالنسبة لك أن هذا الكلام غير مفهوم هذا يعني أنه ليس لديك أي معرفة سابقة بال آآ فيجب أن تدرس يوجد آآ يوجد سلسلة في القناة عن جداً مهمة بهذا الخصوص خصوص ومعرفة كان ديتا صحيحة فوصيك يعني بالتعامل مع آآ ولكن سهلة ارجع عد ما قلت الآن الكلام الذي قلته قبل قليل عن شرح هذا الإكسبرشن أو هذا النمط آآ قعد الفيديو قعد هذه النقطة وسترى أن الكلام مفهوم فأصبح لدي نمط البريد الاكتروني فإذا الآن أريد تحقق إذا كان هذا النمط صحيح فإذا هنا في الأدنى سنكتب سنتأكد إذا كان البريد المدخل هو يوافق هذا النمط أو يشابه هذا النمط فإذا نشك فور فالد إيميل وهنا سنكتب إذا كان نريد أن نفحص هذا أو نختبر هذا الإيميل بتاست هذا النمط نريد أن نختبره على المدخل فهل هذا يوافق هذا؟ هل الإيميل المدخل يوافق هذا النمط؟ إذا كان لا يوافق فهذا يعني أن سنضيف لدينا لدينا وهذا الإيميل الآن سأجلبه من المسيجز أنا أقوم بإضافته سابقا فإذا هنا سأكتب إيميل واضح؟ فإذا هذا بخصوص هذا الموضوع فإذا الآن يمكن أن نختبر هذا هنا مباشرة فإذا تحديث فإذا لاحظوا سأكتب كذا لاحظوا البريد غير صالح لكن مجرد أن أدخل إيميل مثلا mail at learnwithnow.net طبعا أستقبل أسئلتكم على هذا الإيميل فهو صحيح فإذا هذا صحيح طيب لو كتب لم أكتب آت مثلا البريد غير صحيح لو كتبت مثلا آت هنا في البداية أو بالنهاية البريد غير صالح الموضوع الثاني بخصوص كلمة المرور فإذا سنكتب هنا password must be مثلا more than eight characters فسنكتب هنا إذا كانت form data dot password dot length طول الفاسورد يجب أن يكون أقل من ثمانية أو إذا كان أقل من ثمانية فأنا سأرشل رسالة خطأ فإذا error password واسم الخطأ password length الذي أضفته هنا طبعا أنا كتبته بشكل خاطئ اللي عنصة صحيح password underscore length ونعود إلى النهاية فإذا هنا password length جيد فإذا الآن إذا كتبت واحد لاحظوا يجب أن تتكون كلمة المرور من ثمانية محارب على قطة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فإذا الآن عندما أدخلت ثمانية قبل الثمانية فإذا نلاحظوا فإذا الآن أنا قمت بـ validate لهذا الفورم بشكل صحيح الآن سأقوم بالدخول مثلا test test at test.com وسأدخل كلمة مرور خاطئة مثلا جيد فإذا لاحظت جيل الدخول لا جاءني validation هذا الـ validation الذي ظهره في الأعلى الذي قمنا بـ styling له كميسج هذا الـ validation جاء من الـ من الـ back end فهنا الـ back end تحتاج أيضا أن تقوم بـ validation لكن من نوع آخر هذا الـ validation بالنسبة هذا الـ validation الذي قام به الـ back end أنا لا يمكن أن أقوم به على الـ front end والسبب بسيط جدا وهو التالي هو أنا قمت طبعا أنا عندما أنظر لي رسمي هكذا يعني التفاجأ بداية أن يبدو جميل وثم يكون جدا مشوش يعني هنا فدعوني أقوم بالتنظيف قليلا يعني الآن يبدو شكل أفضل فأنا قم بالـ validation أني اتحققت أن البيانات المدخلة هي عبارة عن إيميل وطول الـ password صحيح لكن أرسلت هذه البيانات إلى هنا الآن الـ back end يجب أن تتحقق هل هذه الـ password المدخلة صحيحة؟ هل هذا الإيميل موجود؟ فثم الـ back end سترسل لي أن مثلا لا هذا الإيميل غير موجود هذه الـ password غير موجودة أو هذا موجود وأنا أدخلت كلمة مرور خاطئة في الـ back end هذا الرسالة جاءتني من الـ back end أن هنا عليك خطأ بهذا الموضوع فدعون الآن سأدخل شيء صحيح ولينار فدعا ممتاز في الخطوة القادمة سنقوم بـ validate لإنشاء حساب سنقوم بـ validate هنا لن ألقاكم لاحقا